موسيقى خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني الرئيس السيسي يؤكد ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يعلن البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالحماية الاجتماعية الرئيس الفرنسي في خطاب تسلمه رئاسة الاتحاد الأوروبي يؤكد أن على أوروبا منع التدخلات الخارجية نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التليميزيون المصرية تحية لكم تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على السحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي وخلال الاتصال تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي كما تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين حيث ثمن العاهل البحريني والعلاقة المتميزة والأخوية بين البلدين في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين معربا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر من جانبها أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوفقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهم التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير وأكد رئيس السيسي استمرار دفع وتعزيز أليات التشاور والتنصيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين بدءا من موازنة العام المالي القادم وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي أن تلك القرارات تعكس وتطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إن المواطن المصري والسعي الدائم لتحسين ظروف معيشته وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس أشهد مدبولي بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم مؤكدا أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكلفات التي وجه بها الرئيس السيسي في ختام فعاليات المنتدى من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للمزيد من المتابعة وتفاصيل ينضم إلينا أستاذ التمويل والاستثمار الدكتور مصطفى بدرة دكتور مصطفى بعد تحية قراءتك لما تم يعني الأخذ في الاعتبار من ضمن مجلس الوزراء وفي اجتماع مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات التنفيذية والبدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالحماية الاجتماعية مثال خير لحضراتكم هو طبعا اجتماع مجلس الوزراء النهاردة بينفس تعليمات فخامة الرئيس اللي هو كان بالأمس السيد الرئيس بيجتمع بدولة رئيس الوزراء والسيد وزير المالية وكان من أهم القرارات اللي هي كان توجيهها من فخامة الرئيس للحكومة أن يكون في حد أدنى إن شاء الله في الموزنة الجديدة اللي هي تعتبر من واحد سبعة القادم هيكون الحد الأدنى 2700 جنيه وده من أهم المؤشرات إن عملية الإصلاح الاقتصادي بتسير بخطوات إيجابية لأن ده هيحسن من مستوى الدخل لكل الشرايح في المرتبات لأن لما يكون الحد الأدنى 2700 جنيه فهتتحرك الشرائح إلى أعلى فتزداد وتكون فيه تحسن في مستوى الدخل ده على جانب الجانب الآخر طبعا إنه هيتم تعيين 30 ألف موظف اعتبارا برضو من الموزنة الجديدة هيتم الاختبارات طبعا وفق قانون هيخدر خلال أيام أعتقد يعني هيكون ده بمزيد من عملية التحسن في مستوى الدخلات التعليمية طبعا ده بأموال يعني اللي هيتعينه دول هيخدر طبعا فلوس بيقدرهم ب2 مليار جنيه وطبعا ده على حام السنوات فهيكون فيه زيادة كبيرة جدا الأمر الثالث هذا بيهمني جدا في حركة الإصراع في منظومة الجمارك والضرايب لأن الدولة بتتحول تكنولوجيا في الوضع الراهل فده يحسن من عملية الضبط الجمرقي والضبط الضريبي ده هيزيد من رضاء المستثمرين وكل المتعملين مع هذه الجهات أعتقد المنظومة تتحسن إلكترونيا فده بيلاقي استحسان الحمد لله من على المستوى المجتمعي ومن على مستوى المواطنين إذا ما تحدثنا على مستوى المواطنين دكتور مصطفى بشكل خاص إلى أي مدى تجد أن هناك حرص من خلال هذه القرارات التي صادرت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تحسين جودة حياة المواطن المصري تحسين مستوى معيشته بشكل كبير لا اسمحي لي ده حرص سيادة الرئيس حدثي ولا حرج هذا الحمد لله واضحا للعيان وعلى أرض الواقع لأنه بتحدث دائما على تلبية احتياجات الناس دون السؤال ولا دون الطلب من فخمته يعني ما بنلاقيه إحنا متواجد دايما كل يوم جمعة في الشارع لتيصير الوضع السواء المروري الطرق أو تلبية احتياجات بعض من الناس أو أنه بنشوف النهاردة التفحيح فيه كثير من المنظومة التعليمية أو الصحية والمبادرات كل ده تنفيذ لرغبات المجتمع المصري وهو بيكون له من الرغبة دائما للاستماع للشارع وبيحاول يسعى جاهدا ولكن الأليات دايما يفندم بتحكمها كثير من الأمور المالية يعني دايما بنسمح ليكون فيه موارد مالية بالدولة بتمنحها للمواطنين وهذا رغبة دايما من فخمته الرئيس من القيادة السياسية رفع قدرات المعيشة للمواطنين سواء بقى بتحقيق الأمن القوم في السلعة والغذائية سواء في توفير القهربة سواء في توفير المية والصحة النظيفة هذه الأمور يا فندم دايما الفخمته الرئيس بيخاطب بها الناس ودايما بيطلحهم على أوجه التحديات اللي بتواجهكم في غلاء المعيشة نعم أيضا أتساءل دكتور مصطفى عن التوقيت الخاص بصدور هذه القرارات من قبل القيادة السياسية كيف قرأت ذلك؟ فخمته الرئيس دايما بيبقى أو القيادة السياسية مقتنعة مع الحكومة دائما زي ممكن حضراتكم تعلموا جيدا وبيواجه دايما الرؤية للتحديات يعني ما بيحاولش أنه هو يطرق المشاكل لتتعمق أكثر أو يحاول أنه هو يكون فيه نوع من أنواع التحديات لفترات أطول علشان كده التطويق التوقيت اللي احنا بنشوفه توقيت راهن في استعداد للموازنة الجديدة أن يتم فيها تطبيق زيادة تحسين الناس المعاشات سواء الأجور سواء أن يكون فيه تعيين لحل أزمة التعليم سواء أن النهاردة سيكون فيه علاوات إضافية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ده كل وفند من مهاردة بيضع فيه أن الدولة بتضع رؤية لتحسين الطلبات والخدمات دون الطلب صحيح بيكون فيه بعض من التجاوزات في أماكن أو شبه لذلك ولكن المجتمع المصري كله على قلب رجل واحد بيؤيد أن الدولة والاستقايا السياسية بتلب الرغبات وتحقيق الاحتياجات دون المعاناة ولكن طبعا هذا حاله الإنسانية الإنسان دايما يتحدث عن طلباته واحتياجاته ودائما الشكوى دون أنه يكون دائما رؤيته للمتواجد أو متوفر أمامه أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار شكرا جزيلا على هذه المشاركة استعرض مجلسه والوزراء اليوم تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على المستويين المحلي والعالمي شدد مدبولي أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملاقحين وأن الدولة قد وفرت جميع أنواع اللقاحات مشيرا إلى أن هناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا واستعرض مجلس الوزراء كذلك الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس كما وصل إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن أكثر من 61.362 مليون جرعة مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70 مليون جرعة متاحة أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغادر الذي شهدته العاصمة الصومالية مقاديشي أمس الذي أصفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وفي بيان لوزارة الخارجية عربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية والأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين مؤكرة وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفني ويليمز على تطابق وجهات النظر مع الجانب الروسي حول الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والإزدهار وذلك من خلال عملية شاملة بقيادة ليبيا وخلال لقائها مع نائب وزير الخارجية الروسية أوضحت ويليمز أن مشاوراتها الموسعة معه قد تناولت التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء البلد أعلن التحالف والعربية تنفيذ ضربات جوية ضد معاقلة ومعسكرات تابعة لقوات الحوثي في العاصمة اليمنية صنع وقال التحالف أن العملية تأتي استجابة للتهديدات المستمرة ولحماية المدنيين والأعيان المدنية كان التحالف العربي قد أعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف لقوات الحوثي بعد ساعات من استهداف منشآت مدنية في الإمارات والسعودية أعلن الجيش اليمني أن مدفعية الجيش قد كبدت قوات الحوثي عشرات القتلى والجرحة بجبهات مأرب خلال قصف مدفعي أكد الجيش أن القصف قد استهدف تجمعات وتعزيزات حوثية جنوب وغرب المحافظة موضحا أن القوات قد أسقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي قررت البحكمة الاتحادية في العراق تأجيل البت بدعوة طعن في جلسة البرلمان الأولى وذلك إلى الخامس والعشرين من يناير الحالية كان الطيار الصدري قد حصد العدد الأكبر من مقعد البرلمان 73 مقعد إلا أن الإطار التنسيقي يقول أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر من 88 نائبا عبر تحالفات تجعله الأولى بتسمية رئيس للحكومة وانعكث هذا الإعلان على مشدات في جلسة البرلمان الأولى في التاسع من يناير مع تأكيد كل طرف أنه يملك الكتلة البرلمانية الأكبر من جانبها نفى رئيس تحالف الفتح هادي العمري ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس الوزراء العراقية أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد السليم الإطاحة بخلية إرهابية بارزة خلال عملية أمنية في منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة العراقية قال قائد عمليات بغداد إن العملية قد أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر بالخلية مشيرا إلى أن أحدهم هو قائد الخلية المسؤول عن عملية تفجير العبوة القريبة من أحد الأضرحة في مدينة الكاظمية في شهر يونيو من العام الماضي أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم قد ارتفعت إلى 334 مليون وخمسة ألاف وتسع وتسعين حالة وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين وخمسمائة واربعة وخمسين ألف وستمائة وستمائة واربعين وفاء وأشرت الجامعة إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات حول العالم تليها البرازيل والهند سجلت ألمانيا أكثر من مائة ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية قال معهد روبرت جوخ أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد سجل أيضا 239 وفاء جراء الفيروس خلال أربعين وعشرين ساعة وأضف المعهد أن معدل الإصابات الأسبوعية بلغ خمسمائة واربعة وثمانين فاصل أربعة إصابة جديدة لكل مائة ألف شخص على مدى سبعة أيام كانت ألمانيا قد شددت من قيودها للحد من انتشار العدوى فحصرت ارتياد الحنات والمطاعم على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات معززة أو الذين أجروا اختبارات بالإضافة إلى التطعيم الكامل أو التعافي أفادت وزارة الصحة تشيكية بأن البلاد قد سجلت 28 ألفا واربعمائة وتسعا وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعلى زيادة يومية منذ الأول من ديسمبر وأشرت الوزارة إلى أن التشيك سجلت أيضا ثلاثا وستين وفا خلال نفس المدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ستة وثلاثين ألف وتسعمائة وسبع وثلاثين حالة بينما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات إلى مليونين وستمائة واثنين وخمسين ألف وستمائة وخمس وثمانين حالة وتستعد الدولة الواقعة في وسط أوروبا لموجة جديدة من الجائحة مع بدء تزايد الإصابات الناجمة عن متحور أوميكرون من فيروس كورونا وأقلست الحكومة مدة الحجر الصحي والعزن في إطار إجراءات جديدة بينما بدأت هذا الأسبوع فحوصا إجبارية لموظفي الشركات حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من احتمال ظهور متحورات جديدة جراء التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم قال أدهانوم إن الحالات الأقل خطورة أيضا تثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية ما زال المتحور أوميكرون يكتاح العالم حيث حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن المتحور الجديد يتسبب في دخول المستشفيات ويوقع وفيات مؤكدا أن الحالات الأقل خطورة تسقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد أن الوباء لم ينتهي بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة وكالة الأدوية الأوروبية من جهتها اعتبرت في الحادي عشر من يناير الماضي أنه على الرغم من أن المرض لا يزال في مرحلة الوباء فإن انتشار أوميكرون سيحاول كوفيد-19 إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التكيف معه مسؤول استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام ماركو كافاليري أشار إلى أنه مع زيادة المناعة بين السكان ومع وجود أوميكرون سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية منوها أنه بالإضافة إلى التطعيم ضد الفيروس سيدقل العالم بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن وفي سويسرا اعتبر وزير الصحة ألان برسيي أن المتحور أوميكرون قد تكون بداية نهاية الوباء لكن رئيس منظمة الصحة العالمية بدأ أكثر حذراً وأكد مرة أخرى أن المتحور أوميكرون يعد خطيراً محاذراً من أن المزيد من العدوى يعني مزيداً من المرضى في المستشفيات ومزيداً من الوفيات في الوقت الذي أعرب فيه أدهنوم عن قلقه بشكل خاص من أن العديد من البلدان لديها معدلات منخفضة من التطعيم ضد الفيروس مؤكداً أن أوميكرون يتسبب بخسارة مزيد من الأرواح يعقد الرئيس جو بايدن مؤتمراً صحفياً في مستهل عامه الثاني في السلطة ويحتمل أن يعيد ضبط أجندة الإدارة الأمريكية سيكون هذا هو أول مؤتمر صحفي لبايدن خلال العام الحالي وأول حدث رسمي منذ سفر إلى جلاسكو في بداية نوفمبر للمشاركة في قمة المناخ كوب 26 كان بايدن قد عقد تسعة مؤتمرات صحفية رسمية فقط منذ توليه منصبه حتى الحادي وثلاثين من ديسمبر ومن المرجح أن يواجه بايدن أسئلة بشأن كل الموضوعات بدأ من المواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا وتجارب كوريا الشمالية الصاروخية مروراً بالتضخم الأمريكية وصولاً إلى كوفيد 19 أفهرت العرقاب الخاصة بالعام الأول من رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة حجم الصعاب والتحديات التي واجهها منذ دخوله البيت الأبيض فخلال عامه الأول عودت الارتفاعات جراء فيروس كورونا بالإضافة لبلوغ التضخم في الاقتصاد الأمريكي أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً تقريباً إذ بلغ نحو سبعة في المئة طوى الرئيس الأمريكي جو بايدن عامه الأول في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وسط تحديات كبيرة وتعهدات ظل يترقبها الأمريكيون وعلى رأسها وقف الانقسام الذي برز كبيراً خلال الحملات الانتخابية بايدن تبنى خلال عامه الأول من منصبه كثير من السياسات لم ترضي المواطن الأمريكي فالكثير من أجندة بايدن المحلية معطلة ويعرقلها أعضاء من حزبه وهذا في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية مما أدى إلى دخول عدد أكبر من الأمريكيين إلى المستشفيات أكثر من أي مرحلة سابقة خلال الوباء بالإضافة لبلوغ التضخم في الاقتصاد الأمريكي أعلى مستويته منذ أربعين عاماً تقريباً إذ بلغ نحو سبعة في المائة ونتيجة لهذه السياسات تراجع مستوى الرضى الشعبي عن أداء الرئيس الأمريكي في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حيث سجل نسبة بلغت سمانية وأربعين وتسعة من عشر في المائة وأوضحت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة جالوب الأمريكية للأبحاث الميدانية أن هذا المستوى هو الأدنى بين العديد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وذكرت المؤسسة أنها رصدت شعبية بايدن في سلاسة عشر مناسبة مختلفة على مدار عامه الأول من الحكم مضيفة أنه بعد فترة ثبات نسبي بين أكتوبر وديسمبر تراوحت فيها النسبة بأكثر من 42% حين زادت حالات الإصابة بكورونا وارتفعت أسعار السلع على مستوى البلاد وبشأن السياسة الخارجية وفي ظل تراجع شعبية أداء بايدن على خلفية تعامله مع ملف أفغانستان وهو أحد ملفات السياسة الخارجية التي أثرت ربما أكثر من غيرها على نظرة المواطن الأمريكي المهتم أساساً بشواغله الداخلية لأداء رئيسه لواجباته الوظيفية قد يسعى بايدن لتركيز على إنهاء أو على الأقل تهدئة التوترات مع الصين التي تنازع الولايات المتحدة على صدارة الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة وكذلك حل الأزمة الأوكرانية دون الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا أعلم أن كل من هنا سيكون قمت بايدن على الجزوية المتحدة اليوم سن Karen يمكن أن نرح البسرارات المتحدة لإعادة نظرة المصر المتقبلة سيكون هناك جداً من التركيز والوظيفية وإنما الرئيس ستكون إخفت حين 20 منتظر ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك جهود لزعزعة المبادئ التي بنيت عليها أوروبا أكد ماكرون في خطاب تسلمه رئاسة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي أن على الاتحاد منع التدخلات الأجنبية ويجب أن لا تعود أوروبا إلى الدكتاتورية وقال ماكرون إنه يجب الاعتماد على سيادة القانون أعرب رئيسه الأمريكي جو بايدن ونظيره الفنلندي سوليني نستو خلال اتصال هاتفي عن قلقهما المشترك بشأن الحشدة العسكرية الروسية غير المبررة على حدود أوكرانيا وأوضح بيان للبيت الأبيض أن رئيسين ناقشا أهمية الشراكة الدفاعية الوثيقة لفنلندا مع الولايات المتحدة ومع حلف شمال الأطلسي النيتو لضمان الأمن في شمال أوروبا وشدد بايدن خلال الاتصال على حق فنلندا والدول الأوروبية الأخرى في اختيار ترتباتها الأمنية دعو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين روسيا إلى اختيار مسار سلمي بشأن أوكرانيا حذر بلينكين خلال زيارته لكييف من أن موسكو قد تزيد من تواجدها العسكرية عند حدود أوكرانيا وقال بلينكين أيضا أن واشنطن تفضل خفض التوترات القائمة بينها وموسكو حول أوكرانيا بالوسائل السلمية هذا ومن المقرر أن يتواجه بلينكين غدا إلى العاصمة الألمانية برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعيا إلى رؤية موحدة بشأن أوكرانيا وذلك قبل عقده لقاءا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في جناف الجمع القادمة رجحت الولايات والمتحدة إمكانية قيام روسيا بشأن حجوم على أوكرانيا في أي وقت وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأن الوضع خطير للغاية وضفت ساكي أن الأمر مطروك لروسيا لتحديد المصار الذي ستتبعه مشيرة إلى أن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة إذا لم تسلك روسيا المصارى الدبلوماسي موسيقى 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 دمر بركان جزيرة تونجا العديد من المباني والأراضي وأوقع عددا من القتلى بحسب الأمم المتحدة كان بركان هونجا قد ثار السبت وتسبب بتسونامي كأنه غائر بشكل شبه كامل في المحيط الهادئ ولا يزال حجم الأدرار غير معروف في هذه المملكة الصغيرة البالغ عدد سكانها مائة ألف نسمة والمعزول عن العالم بعد انقطاع السلك البحري الذي يربطها بشبكة الإنترنت في كارثة غير مسبوقة تسبب صوران بركان واتسونامي هونجا تونجا بأدرار جسيمة في أرخبيل تونجا حيث شهدت مساحات كبيرة مغطى بالرماد والغبار أو دمرها تسونامي وبعد سلاسة أيام من صوران البركان الذي تسبب بتسونامي وأوقع عددا من القتلى في تونجا بحسب الأمم المتحدة لا يزال حجم الأدرار غير معروف في هذه المملكة الصغيرة البالغ عدد سكانها مائة ألف نسمة والمعزولة عن العالم بعد انقطاع الكبل البحري الذي كان يربطها بشبكة الإنترنت وصوران البركان الذي تردد صدا في ألسكا على بعد أكثر من تسعة ألاف كيلومتر هو الأكبر الذي سجل في العقود الأخيرة مع تشكل كتلة من الدخان ارتفاع وسلاسون كيلومتر ناصرت الرماد والغاز والأمطار الحمضية في منطقة المحيط الهادي وتلاها مباشرة تسونامي حكومة تونجا قالت في بيانها إن أمواجا ارتفاعها 15 مترا سجلت في الأرخبيل وضربت العاصمة التي فر سكانها إلى المرتفعات هاجرين المنازل التي اكتاحتها المياه في حين كانت الصخور والرماد تتساقط من الجو مساحة كبيرة من المياه غطت جزءا كبيرا من موقع البركان الذي كان فوق سطح البحر قبل صورانه ولم تبقى سوى جزيرتين بركانيتين صغيرتين ظاهرتين فوق سطح المياه وغطى الرماد البركاني الحقول في ضررت العديد من المباني ووصلت تداعيات الصنامي إلى سواحل اليابان والولايات المتحدة وفي البيرو غرقت امرأتان في موجات قوية نجمت عن صوران البركان فيما أغلقت السلطات سلاسة الشواطئ طالها تسرب النفطي سببته الأمواج العاتية في مقاطعة كاويا وقرب الهيما أعلنت الحكومة اليابانية تقديم إمدادات تغاثب أكثر من مليون دولار إلى دولة تونجا المنكوبة بعد ثوران بركاني تحت البحر والذي خلف قتلى مع تعطل البنية التحتية من جهتها قالت قوات الدفاع النيوزيلاندي أنه تم توجه سفو المساعدات إلى تونجا نظرا لقرب المسافة من الجزيرة كما صرحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بأن الحكومة قدمت مبلغا قدره 500 ألف دولار نيوزيلاندي كمساعدة أولية لتونجا بالإضافة إلى عرضها إرسال المياه والمعدات لإزالة الرماد البركانية أكدت الأمم المتحدة أن السنوات السابع الماضية كانت الأكثر حرا على الإطلاق وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أن درجات الحرارة في العام 2021 بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة لانينيا المناخية ويشير مصطلح لانينيا إلى تبريد واسع نطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وفي شرقه مع تأثيرات كبيرة على حالة التقص في كل أنحاء العالم نظمة مدرية التأشون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بحمطة وبرنيس التابعتين لإدارة مرسى عالم الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال منصق القوافل العلاجية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد إن القافلة قد وقعت الكشف على 117 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء الفحص المعملي والأشعة والسنار والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر وصلت القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة إلى وادي فيران التابع لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سينار وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي وادي فيران والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية ومعملية مع توفر صيدلية لصرف العلاج بالمجان ويتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية أطلقت وزارة الصحة بمحافظة أسيوت قافلة طبية بقرية الحج موسى بمركز الفتح محافظة أسيوت في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال يومين تم الكشف على أكثر من ألفين مواطن مع إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات العاجلة إلى المستشفيات المركزية مشيرة إلى أن القافلة بها جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى معامل التحليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان إحنا بنبقى موجودين أربع أيام في الأسبوع موجودين في كذا بلد كل بلد بتاخد يومين معنا بنصرف في كل يوم في حوالي ألف تذكرة في كل يوم منهم يعني معدل ألفين تذكرة في كل قافلة من القافلة اللي بتضحها إحنا بيبقى مشمول معنا مجموعة أدوية متنوعة كبيرة جدا أدوية غالية بتتوفر للمرضى بالمجان بعد الكشف والفحوصات بيجينا بنصرف له ويكتب له التعليمات بتاعتها ولو فيها أثار سلبية بعض المرضى بيكون لهم بعض التحفظات على سوية بنطمنهم منها من الأثار السلبية بتاعتها في بعض الأدوية بتبقى موجودة فعلا هنا مجانية وغالية برا لو حاب المواطن يجيبها إحنا بنوفرها له بعد كده الكشفات معظمها يعني مغطية تقريبا كل التخصصات اللي موجودة والأدوية المتنوعة اللي عندنا إحنا بنعمل علاج عن نفقة الدولة للمرضى المحتاجين العلاج عن نفقة الدولة بقرارات فقورية في نفس الوقت وكمان بيصرفوا علاج من القفلة وكمان بنحاول الحالات اللي محتاجة تحويل للمستشفيات العامة والمركزية حسب ما بتجلنا من العيادات الموجودة معنا في القفلة اليوم النهاردة إن شاء الله رب العالمين دفعنا بستة عيادات متنقلة البطنة، الأطفال، الجلدية، الرمض، المسالك، الجراحة، تمزيم الأسرة القفلة الضم يومين إن شاء الله من المبارح والنهاردة إقبال شديد على القرية عشان من المناطق المحرومة هناية وذلك تسهيلاً لكبار السن وزيل إعاقة والأطفال للصغرين إن شاء الله قال محافظ المينيا أسام القاضي إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسارع من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية و757 تابعاً بنطاق خمسة مراكز مستهدفة ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل الكرة وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج انتهاءها من تطعيم ما يقرب من المليون ونصف المليون مواطن بلقاح كورونا من خلال 79 مركزاً ثابتاً بمختلف مراكز محافظة سهاج وقال مدير الإدارة الصحية بسهاج مايكل وديد إن أعمال التطعيم مستمرة من خلال الفرق الثابتة والمتحركة التي تجوب مدن وقرى المحافظة وأن أعمال التطعيم تتم وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا نحن هنا في محافظة سهاج طعامنا حوالي مليون ونصف شخص المبادرة بدأت من يوم 4-3-2021 طعامنا لغاية دلوقتي بدأنا كمان تطعيم الأطفال اللي هو دون الثمانتاشر من يوم 10-12 طعامنا 10600 حالة لغاية دلوقتي أطفال عندنا 79 فريق سابت في المحافظة سواء في وحدات صحية سواء في مستشفيات سواء في مراكز شباب عندنا عشرات الفرق المتنقلة اللي هي بتغطي كل حاجة بتغطي قرى بتغطي تجمعات موظفين بتغطي نوادي أغلبية الطعوم متوفرة كل الطعوم متوفرة عندنا هنا في المحافظة باستمرار وفق مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تجديد الثقة وتجديد تعيين الدكتور حسام عبد محمد أبو ساطي كمدير تنفيذي للهيئة لمدة عام ثاني وأكد رئيس الهيئة الدكتور أشرف إسماعيل خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بمقارها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة أن استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة يسير وفقا للخطة الموضوعة وأنه يعد خطوة أساسية لاستكمال المهمة الأساسية التي أنشئت من أجلها أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن البورصة المصرية تلعب دورا محوريا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو وعشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن ذلك دفعت دولتا لتدعم البنية التشرعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادرا على المنافسة إقليميا ودوليا ودعم قطع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والذي صلت الضوء على المكاسب التي حققتها البورسة المصرية عام 2021 بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيزها ودعمها أكدت وزيرة التضامن لاجتماعين فين القباج أن رئيس السيسي قد وجه بالإسراع في صرف التعويضات وشمول أسر ضحايا غرق سيارة في الميل بمحافظة المنوفية بالرعاية الشاملة وبذل الجهود للحد من عمالة الأطفال أشهدت وزيرة التضامن بجهود محافظة المنوفية ومساهمات منظمات المجتمع المدنية في تقديم الدعم لأسر الأطفال ضحايا هذا الحادث محذرة من الزج بالأطفال في أعمال غير آمنة تهدد حياتهم وبتشغيلهم دون سن العمل التي نص عليها قانون الطفل وقانون العمل كانت الوزارة قد قامت ببحث الموقف وعمل دراسة حالة عن كل أسر ضحية وتقديم كل التقارير للجهات المختصة لتقديم الدعم لأسر الضحايا أعلنت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أن الصدرات غير البترولية بلغت العام الماضي ولأول مرة 32 مليار و 128 مليون دولار مقابل 25 مليار و 427 مليون دولار عام 2020 بفارق 6 مليارات و 701 مليون دولار محاققة زيادة كبيرة بنسبة 26% وأضافت وزيرة التجارة والصناع أن الدولة نفذت عددا من الإجراءات والجهود التي سهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير وإعادة تشكيل المجالس التصديرية بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج أكد وزير البترول وثروة المعدنية طارق المل أن مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفات أسيط لتكرير البترول يعد من المشروعات المهمة التي نفذها قطاع البترول في صعيد مصر مشيرا إلى دوره المهم في توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية خاصة البنزين الذي يتم توفيره بنسبة 100% فضلا عن توفير الجهد والوقت والأمان في منظومة نقل المنتجات البترولية جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول وثروة المعدنية طارق المل لأعمال الجمعية العامة لمصفات تكرير أسيط وشركة أنبيب البترول عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركتين للعام المالي 2022-2023 أعقد وزير التنمية المحلية محمود شعروي اجتماعا مع محافظ بور سعيد عدل الغضبان بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات وخلال اللقاء استعرض محمود شعروي مع عدل الغضبان عددا من المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 لسرعة الانتهاء منها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم عقدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع لقاءا موسعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبول والوفد المرافق له تناول هذا الاجتماع استعراض خطط عمل المؤسسة في مصر خلال عام 2022 ومتابعة المشروعات التي تنفذها المؤسسة في مصر في مجالات دعم التجارة وبرامج تمكين المرأة وغيرها وأشرت الوزيرة إلى أنه يجري حاليا وضع الترتيبات الخاصة لإنشاء أول أكاديمية للمصدرين في مصر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لافتة إلى أنه من المخطط أن تضم الأكاديمية كيانا مؤسسيا يقدم برامج تدريبية لدعم المصدر المصري وتعزيز قدراته على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع سفير الجزائر بالقاهرة حميد شبير علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات والتحضير لنعقاد عمل اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة وتضمن اللقاء بحث نتائج دورات السابقة على مستوى اللجنة المشتركة وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية انتظام عمل اللجنة العليا المشتركة وإعادة تفعيل دورها حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014 مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أطر التعاون المشترك مع دول الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بسفير تونس بالقاهرة محمد يوسف حيث تناول هذا اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي وأهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات التنمية أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة في هذه المعارض وإقامة أسابيع تجارية بحيث يمكن إقامة أسبوع تجاري للمنتجات المصرية في تونس وآخر لتونس في القاهرة بحيث يتيح الفرصة للشركات ولرجال الأعمال للتعرف على المنتجات التصديرية لكل الطرفين أنهت البورسة المصرية وتعاملاتها اليوم على تراجع جماعين للمؤشرات بدغوط مبيعات عربية وأجنبية وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 756.637 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 11.715 نقطة كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط اي جي اكس 70 متساول أوزان بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة وانخفض مؤشر اي جي اكس 100 متساول أوزان بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 3.239 نقطة وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال عسمة يسين أهلا بحضرتك في البداية رؤيتك لأداء البورسة خلال اليوم مساء الخير يا فنس الحقيقة النهاردة زي ما حدرت تفضلت كانت أغلى بالمؤشرات النهاردة كانت على تراجع جميع القطاعات السوق النهاردة كانت متراجعة جسبت بس كان قطاع السياحة وقطع مواد التعبئة وقطع مواد البناء أهما كانوا على صعود لأن في أخبار كانت بجدام هذه القطاعين غير كده إحنا لازل المؤشر رئيسي بيحوم حول منطقة الوقت أصبح خلاص الدعم السابق 11850 أصبحت الوقت المقاومة الأولى عشان نركع تاني للقناة الصعيدة إلا أننا الآن قفلنا عند 11715 لا تدينا فرصة أن نركع تاني نعيد اختبار منطقة 11630 خلي بالحضرتك أننا عندنا ثلاث عوامل مهمة جدا هي المؤثر علينا حاليا في السوق أول حاجة أننا مع بداية العام إحنا وصلنا إلى منطقة 12 ألف 12 ألف ومية بس ما قدرناش مؤفوقيها علشان ما كانش فيه زخم شرائي قوي في منطقة دي وطبيعي جدا أننا لم أبوصل لمنطقة قاومة قوية أننا بلاقي فيه إتبايع القوي اللي كان محبوس من فترة يبتد يتخارب فكان شيء طبيعي قوي أننا نفضل نحوم حول منطقة دي لحد ما أخفقنا وبنرجع تاني هنزول منطقة الدعم التانية الشيء الآخر اللي كان برضو مسيطر علينا قوي هو الأخبار الجيوسية سالة في منطقة العربية طبعا بتأكيد مؤثر علينا إزائل الموضوع كمان أمك من مؤتشار الجائحة في أغلب دول العلم في تأثير قوي على الاستثمارات الأجنبية حيث زي ما خلتك شايف النهار دا أننا عندنا الاستثمارات الأجنبية العرب والأجنب كانوا في كافة المبيعات وصوات شراء انتقائي من المؤسسات المصرية نعم طبعا توقعات حضرتك للسوق خلال الجلسات القادمة بإذن الله احنا متوقعين إن شاء الله نتخف حادث الضغوط البيعية ديها بنهاية الأسبوع اللي هو جلسة بقر إن شاء الله احنا ممكن نبتدي نشوف في قوة شرائية جديدة تبتدي تدخل الوايدة الوايدة لما تكون خاصة على الأسهم القيادية قلناها الوقتي خلاص اختبرت مستويات الدعم الخاصة بيها وممكن أنها تدأهلها وانها تبتدي تاخد موجة سعرية صعادة مش هقدر أقولك إننا هرجع تاني منطقة 12 ألف بسهول لا إلا إذا كان فيه أخبار إجابية وإحنا بالفعل عندنا أخبار إجابية لا تنساش إننا نحن الآن في نهاية الشهر يعني نجلس سلمات أيام قليلة ويبتدي فيه طرحين جودات زي ما انتظرهم السوق المصري يشتغلوا معنا خلال الفترة اللي جاية اللي هم أي فعل؟ عندنا نهر خير إن شاء الله منطاقه وخلاص أحد الموافقة من نهاية الرقابة المالية إنها يبتدي تداول عليه والترحم من أول أسبوع آخر أسبوع في شهر يناير أول أسبوع في شهر فبراير وكمان عندنا مكرو الطبية برضو تأخذ الموافقة وهتبتدي برضو في نفس التوقيت فده إن شاء الله ممكن هو يحفز السنديق الاستثمار وسنديق السيادة إنها تبتدي تدخل في التروحات الجديدة ويتبتدي ترجع تاني لدخل عندنا زخم شرائي هتبتدي حرق الدفة مرة يلفو إحنا اللي بيرقصنا حالين الأحجام السيولة أصبح أفرد الجلسة الآن 650-700 النهاردة يعتبر أحجام التدول عندنا عالية ومقارنة برئيب جلسات الأسبوع نحن نعملين نهاردة 749 مليون فقط بس للأسفل مش مع السندات لكن ده يعتبر برضو رقم قليل من مقارنة بجلسات الصداقة في القورة الأخيرة من عام 21 ونحن نصل لتين مليار وتين مليار ونصف فكذا إحنا محتاجين فعلا قوة شرائية قوية تدخل على القيادات عشان نرجع تاني للمستويات اللي قلنا عليها ونبتدي فعلا نجرب على مستويات مقاومة ونسبة فوقيها إن شاء الله خبيرة أسواق المال عسمة ياسين شكرا جزيلا لحضرتك أكد المكتب الوطني للإحصاءات البريطانية أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له وذلك منذ ثلاثة عقود مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات وأشار المكتب الوطني للإحصاءات البريطانية إلى أن المعدل السنوي بلغت نسبته 5.4% الشهر الماضي بعدما سجل 5.1% في نوفمبر حيث أكد الوطني للإحصاءات البريطانية أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس في عام 1992 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد دعوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الرهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق وقد عرض دكتور محمد دعوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بما فيها حملات تطعيم المواطنين وكذا تجهيذ كافة المرافق التبية لاستقبال الحالات والتعامل معها وقد وجه رئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس وكذلك الأماكن العامة والخدمية مع تخاذ ما يلزم للتقليل من الكثفات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها وذلك للحفاظ على المصار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة كما وجه الرئيس بالاستمرار في حملة التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين وكذلك يتيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجراءات المنشطة من اللقاحات بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب تعزيز قدراتها الاستعابية بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أشار الدكتور محمد عوط جدين إلى زيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل وقد وجه الرئيس بأعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة موضحا سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين وطلع الرئيس أيضا على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين والمركبات انتهت نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من العهل البحريني الرئيس السيسي يؤكد ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري مجلس الغزراء في اجتماعه الأسبوعي يعلن البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي والخاصة بالحماية الاجتماعية الرئيس الفرنسي في خطاب تسلمه رئاسة الاتحاد الأوروبي يؤكد أن على أوروبا منع التدخلات الخارجية نهاية نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء شكرا لحسن المتابعة